أنا النهاردة عايز أكلمكم عن حياة نور الشخصية وتحديداً حياته العطفية واللي الحقيقة هي كمان فيها قصص وحكاياته ومغامراته ومفارقات كتير جداً انت متخيكل ان نور الشريف حاب بوسي وهي عندها 15 سنة بس عيالة صغيرة شافها في تصوير مسلسل القاهرة والناس خطفته مع انه كان بدأ يبقى نجم وبدأ يتعرف لكنه الحب يا سادة صدري حبها سنين وسنين لحد ما راح وقال لها عايز اتجوزك لكن طبعاً أهل بوسي رفضوه ما هي كانت لسه عيلة صغيرة على الجواز والقصة دي كلها وكمان كانت عيلتها خايفة يجوزوا بنتهم لفنان وخاصة انه كان لسه صاعد وكمان نور كان جان ودايماً بيطلع عليه إشاعات كتير مع البنات المهم ان أهلها رفضوا الجوازة وحاولوا يجوزوها من راجل غني لحد ما قالت لهم والله لا انتحر فتراجع أهلها وخافوا تعملها بجد اضطروا أهلها يوافقوا في الآخر على الجوازة ومن المفارقات بقى في حياتهم ان بوسي اضطرت تبيع شبكتها في يوم فرحة لأن والدها أصر يكتب رقم كبير لمؤخر الصداق وبالتالي احتاج نور الفلوس علشان إجراءات عقد الجواز واناك اللي حسن الحظ أبوها ما خدش باله من القصة وعدت على خير وبعدها بدأوا حياتهم في شقة صغيرة وبتناسب ظروفهم المادية اللي ما كانتش قوي في البداية